سضافت العاصمة الإيطالية روما على مدى ثلاثة أيام قمة نسائية ذلك في إطار اجتماعات مجموعة الدول العشرين حيث ركزت القمة على تكافؤ الفرص وقضية المساواة بين الجنسين هي قمة نسائية تسبق قمة قادة أكبر عشرين اقتصادا في العالم وقد كشفت إلى حد كبير ضعف الحضور للقيادات النسائية في محافلة دولية من هذا النوع حيث قالت رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فاندولاين إنها قد تكون المرأة الوحيدة الحاضرة في قمة العشرين التي تعقد نهاية أكتوبر المقبل أرسولا لم تقدم مزيدا من التفاصيل لكنها على الأرجح كانت تشير وكما هو متوقع على نطاق واسع أن تغيب المستشارة الألمانية أنجلا ميركل عن الاجتماعات إذ ربما لن تكون على رأس القيادة في ألمانيا بعد الانتخابات التي ستجري في سبتمبر المقبل مع الإشارة إلى أن إيطاليا ستستضيف كذلك في أغسطس المقبل أول اجتماع وزاري لمجموعة العشرين حول تحرير المرأة الاجتماع أعلن عنه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراكي الذي تتولى بلاده الرئاسة المناوبة لمجموعة العشرين والذي قال إن المؤتمر الوزاري حول تحرير المرأة يُعقد للمرأة الأولى في تاريخ المجموعة والهدف منه دعم القيادات النسائية في جميع أنحاء العالم والمساعدة في تحرير النساء الأخريات تنضم إلينا من تونس ليلة الحداد النائبة في البرلمان التونسي ومن روما تنضم إلينا باربرا شيافولي الصحفية والناشطة في حقوق المرأة مرحبا بكما ضيفتي الكريمتين في الواقع أبدأ معك سيدة باربرا هل هناك حاجة لقمة نسائية لإلقاء الضوء عن عدم التكافؤ في الفرص فيما يتعلق بالمرأة من دون شك الأوقات تتغير والمرأة تريد أيضا اليوم أن تكون في أماكن اتخاذ القرارات والمرأة طبعا دورها أساسي لأن نساء شكلنا نصف العالم ودورهنا أساسي ومن الناحية الإحصائية أيضا نعرف أنه في كل دولة تطور زروف المرأة تتحسن الظروف بشكل عام لابد أن تتبوأ المرأة أي منصب لتتحسن زروف أي دولة سيدة ليلى على ضفة أخرى على ضفة مقابلة لتونس تجري هذه القمة قمة العشرين كيف تنظر المرأة العربية إلى دعوة لتكافؤ الفرص من هذا النوع تحرير النساء الأخريات كما أشار إلى ذلك رئيس الوزراء الإيطالي دراقي أعتقد أن هذه الدعوة هي بالأساس دعوة إيجابية على اعتبار أن للأسف الشديد رغم التشريعات والقوانين على أقل أتحدث عن تونس أن هناك تقدم كبير في مستوى التشريع في مزيد دعم مكاسب المرأة على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي وخاصة أتحدث عن المستوى السياسي رغم أن في 2019 في الانتخابات لاحظنا تراجع في وصول المرأة لمراكز القرار وخاصة على بستوى مجلس النواب الشعب أو على بستوى حتى التعينات الوزارية في الوزارات الحكومية ولكن هذه الدعوات هي تعطي مزيد من تسليط الضوء أنها لا تكفي التشريعات فقط وإنما يجب تفعيل هذه التشريعات ويجب أن تكون المرأة اليوم المرأة إذا لاحظنا أن في نسب النجاح في الجامعات هي المتفوقة الآن بنسب عالية وعالية جدا هي أكثر من نصف المجتمع اليوم على المستوى العالم المرأة العربية بما فيها من امتيازات ومن تضحيات على المستوى السياسي وما تقدمها سواء على المستوى الحزبي أو في الأحزاب السياسية أو ما تقدمها على المستوى العمل كوزيرة أو كرئيسة حكومة أو حتى على مستوى مجلس النواب فهي تبذل الكثير وتقدم الكثير لكن في حظوظها على المستوى المساواة نجد أن ليس هناك مساواة حقيقية أو فعلية وبالتالي دائما الرجل يحظر لنصيب الأسد في كل مواقع القرار يعني يجب التغيير العقلية نعم سأعود لك سيدة ليلى دعيني فقط أسأل هنا سيدة باربرا ما العوائق التي تقف سدا في وجه وصول المرأة إلى مستوى التكافؤ هذا أو المستوى المرضي بالنسبة للمرأة هناك عراقيل وتحديات كثيرة من بينها العمل نعرف أنه مع الجائحة بين كل الذين خسروا أعمالهم نسبة المرأة كانت 99% وهذا طبعا لا يمكن أن يستمر كذلك المرأة لا تتقادى نفس مستوى المعاش الذي يتقاداه الرجل في وظيفة تكون نفسها وكذلك لا تتبوأ المناصب العالية وهنا أركز حول ما يحصل عبر العالم رأينا عبر الجائحة أن كل الدول مترابطة ما يحصل في إيطاليا أو في أفغانستان أو أي دولة أخرى يؤثر على كل العالم على كل دول العالم وكلما حصلت مرأة على حقوقها تحسن ظروف النساء بشكل نعم هل لغياب الترسانة القانونية أو التحصين القانوني والتأسيس القانوني الكافي أم لنظرة مجتمع سيدة ليلى لم تحصل المرأة بعد على ما تستحقه أعتقد أن إضافة للضمانات القانونية والترسانة التشريعية يجب أن تتغير العقلية ويجب أن المجتمع أن يقبل مفهوم الحقيقي للمساواة على المستوى الواقع على مستوى التطبيق لأن ما نلاحظه أن لا تكفي التشريعات فتونس في العديد من المواقع هناك على مستوى الانتخابات الأفقية أو التشريعية ولحظنا نسبة تقدم على مستوى رئاسة البلديات حينما تم تغيير القانون وأصبحت هناك تشكل المرأة أكثر من 19% وهذا تطور بالمقارنة للسروات السابقة ولكن أعتقد أن العقلية أن تقبل المرأة كأمينة عامة لحزب سياسي أن تقبل المرأة كرئيسة حكومة أن تقبل المرأة كأن تكون في مواقع القرار وصاحبة القرار وهذا ما نجده ما زال متأخرا نوعا ما في الدول العربية باعتبار أن العقلية المجتمعية ما زالت قد تقبل أن تكون المرأة مساعدة مدافعة تكون في الخطوط الأمامية في الانتخابات في الحاملات الانتخابية وكذلك في الدفاع على القضايا وعلى المبادئ وعلى حقوق الإنسان ولكن حينما تصل المرتبة بأن تكون المرأة مترأسة لحزب سياسي أو لقرار أو لأي منصب سياسي فأن هناك عرقيل مجتمعية كثيرة وكثيرة جدا وهذا ما أعتقد أن اليوم هو تشريك على المستوى العالم في لقاءات تدفع بالمرأة سواء كانت إفريقية أو أسيوية أو أوروبية أو حتى أمريكية وغيرها من دول العالم هذا يعطي مزيد دعم وسيقى للمرأة على المستوى العالم بأن تكون في مراتب متقدمة على المستوى الأخذ القرار وعلى المستوى خاصة أتحدث دائما على مستوى القرار السياسي سيدة باربرا هنا المقارنة التي تتحدث عنها ضيفتي من تونس تتعلق بمجتمعات مغايرة هناك خليط ما بين نظرة مجتمع وغياب التشريعات أو غياب اكتمال في التشريعات اللازمة من أجل ضمان هذا التكافؤ وأحيانا حتى في ضمان حق المرأة في بعض المجتمعات لكن في مجتمع أوروبي على سبيل المثال يفترض أن لديه ترسانة قانونية جيدة لماذا لا نجد إلا أنجلا ماركل وحدها أو أرسولا بوندرلاين لأنه لابد أن نتخذ المزيد من الخطوات طبعا كما قلت لدينا الترسانة القانونية ولكن القرار لا يعود إلى الناس وبالتالي لا بد أن ندفع بالمرأة إلى الأمام لأنها غالبا لا تدخل معترك السياسة لأنه ربما حتى فترة وجيزة الكثيرون اعتبروا أن السياسة هي للرجال ولكن نعرف أن القرارات لا يمكن أن تتخذ باسم النساء حول مستقبل المرأة وجسد المرأة وغيرها لا يمكن للرجل أن يقرر عن المرأة وبالتالي لا بد من أن تكون متواجدة في كل مكان وعلى أعلى المستويات ليس لدينا العدد الكافي من النساء في السياسة ليكون لدينا عدد كافي من النساء الرئيسات مثلا ولكن لخصن حظنا لدينا القوانين الملائمة التي تسمح بنا بالتقدم ولكن طبعا الطريق ما زال طويلا رغم أن أوضعنا أفضل مقارنة بأعضاء المرأة في أماكن أخرى من العالم حيث المرأة أحيانا تكافح من أجل قيادة السيارة أو دخول المدرسة أو الحصول على الرعاية الصحية سيدة ليلى تعتقدين بأن الوضع الراهن خاصة عندما نتحدث عن دول حدثت فيها تغيرات سياسية تحول سياسي شامل ومن بينها تونس الأفق الزمني أقصر من أي مكان آخر في المحيط المحيط بتونس على سبيل المثال في وصول المرأة إلى المكان التي تستحقها نعم أعتقد وهذا بالواضح أن الدستور 2014 مكن المرأة من خلال حتى القانون الانتخابي من أن تحظى من خلال هذه التشريعات بما كان على المستوى أن تكون متواجدة في البرلمان أكثر مثلا من قبل 2011 وكذلك حتى في المواقع القرار اليوم نحن نطالب في تنقيح القانون الانتخابي حتى يمكن المرأة التونسية أن تكون هناك انتخابات على المستوى الأفقي والعمودي بالنسبة للمرأة حتى يكون هناك تناصف حقيقي في البرلمان وتكون 50% ما بين الرجل والمرأة كذلك نحن نطالب حتى على المستوى الحكومة أن تكون متناصفة كذلك في عدد الوزراء بين المرأة والرجل وهذا يعني وحتى في عقلية التونسية نحن ندافع على أن تكون للمرأة حظوظ ومكانة قادرة على أن تكون في مواقع القرار يعني هناك أرضية جديدة يمكن في تونس من خلال أولا تاريخيا أن تونس من سنة 56 هناك مجلة أحوال الشخصية والتي تعتبر ثورة في مكاسب المرأة التونسية سأختم معك سيدة ليلة دعني أسأل سيدة بربرة هنا سيدة بربرة إذا كان مثلا المطالبة بأن تكون هناك سيدات على طاولة مجموعة العشرين فالوصول إلى هذه المناصب يقتضي اهتماما بالسياسة الترشح للمناصب السياسي هي مناصب استحقاقية انتخابية ومركل أخذتها بالانتخابات هل تعزف المرأة عن السياسة مثلا لعزوف منها بالدرجة الأولى باختصاله سبعة لا لا أعتقد ذلك المرأة مهتمة بالسياسة وأمس في إطار اجتماع مجموعة العشرين كان هناك كلام عن غياب المرأة في مثلا أوساط العلوم ولكن الأمر تغير وبدأ المرأة تصل أيضا إلى هذه الأوساط ولكن على مستوى القرار السياسي لابد من أن نتقدم وهنا القرار لا يعود للمرأة لأن وجود المرأة في مواقع اتخاذ القرارات هو أمر أساسي للحايا دعيني أسأل سيدة ليلى هنا الوقت يضايقني لدي أقل من دقيقة هل واجهت مشكلة في الوصول إلى البرلمان كسيدة هل كانت هناك عوائر أم المسألة استحقاقية بالدرجة الأولى لا تتعلق برجل عن سيدة في أقل من دقيقة لو سمع نعم يمكن أنا كمحام يمكن ليس لدي العراقيل ولكن بعض زميلات النائبات كانت لديها عراقيل على المستوى الاجتماعي على المستوى العائلي فالرجل كذلك يمكن الزوج أو العائلة لا يمكن أن تشجع المرأة بأن تكون في مواقع القرار أو تأخذ من جزء كبير من وقتها في السياسة والعمل السياسي وهذا زد له دور وهذا ما نتحدث عنه على المستوى العقلية أتمنى أن لا يكون هذا الملتقى العالمي فولكلوريا فقط من أجل وجود المرأة كصورة وليس كفعل أتمنى أن تكون كفعل متواجدة وشكرا من تونس ليلة الحداد ومن روما باربرا شيا فولي شكرا جزيلا لكما